السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أحباء التلاميذ من مدارس الإدريس الابتدائية الأهلية درس الاجتماعيات للصفة الخامس الابتدائي أهلا وسهلا بكم موضوعنا لهذا اليوم الفصل الثاني وغداد حاضرة الخلافة العباسية أحباء التلاميذ من بعد ما وضحنا في الدرس السابق مدينة الكوفة وهي عاصمة للخلافة الإسلامية عندما اتخذ الإمام علي عليه السلام عاصمة له ووضحناها ولخصناها لكم واليوم راح ناخد بغداد حاضرة الخلافة العباسية معناه كلمة حاضرة معناه المدينة الكبيرة والمهمة بغداد حاضرة الخلافة العباسية أصبح العراق مقرا للخلافة الإسلامية مرة أخرى يعني شنو مرة أخرى؟ المرة الأولى اللي اتخذوا الكوفة عاصمة لهم والمرة الثانية اللي هي أصبح مرة ثانية مقر للخلافة الإسلامية عندما اتخذوا بغداد عاصمة لهم في زمن الخلفاء العباسين وذلك لعدة عوامل ليش اتخذوا الخلفاء العباسيين بغداد عاصمة لهم؟ هناك عوامل وهنا يجيكم سؤال أحباء التلاميذ ما هي العوامل التي ساعدت العباسيين على اتخاذ بغداد عاصمة لهم؟ خلونا نتعرف على هذه العوامل العامل الأول موقعها وسط الأراق بغداد وين تقع؟ تقع في وسط الأراق على نهر دجلة إذن بغداد تقع في وسط الأراق وعلى نهر دجلة الذي يوفر المياه الصالحة للشرب ولأرواء الأراضي الزراعية في قديم سابقا عندما كانوا يبنون مدينة لازم يبنوها قريبة من مصدر المياه فمن بنو بغداد بنوها على نهر دجلة ليس مثل هزة كل شيء متوفر البواري والحنفيات اللي هي توصل للبيوت فمن يبنون كانوا المدينة يختاروها تكون قريبة من مصدر المياه ليش يختاروها قريبة من مصدر المياه حتى يوفر المياه الصالحة للشرب ولأرواء الأراضي الزراعية العامل الثاني موقعها على ملتقى الطرق الدولية ثلاثة تأمين مكان جديد للجند العباسين أربعة اعتدال الظروف المناخية فيها البيئة السليمة تساهم في نشوء الحضارات إذن هذه الأربع نقاط أو أربع عوامل مهمة اللي هي ساعدة العباسين على اتخاذ بغداد عاصمة لهم تسميتها يرجع أصل كلمة بغداد إلى أصل بابلي أو آرامي إذن كلمة بغداد هي كلمة قديمة يعني قبل ما يجون العباسين وابنون مدينة بغداد هذه الكلمة هي موجودة وياً موجودة سابقاً العراقين والقدماء كانوا يكتبون أخبارهم ويدونوها على اللوحات الطينية اللي هي الرقم الطينية فالباحثين والمنقبين وإن لقوا هذه الكلمة لقوها مكتوبة على الرقم الطينية اللي هي أصل كلمة بغداد هنا يجيكم ممكن فراغ إلى أصل بابلي أو آرامي وسميت بغداد بعدة أسماء وهي هنا يجيكم سؤال ما هي الأسماء التي سميت بها بغداد الأسماء القديمة سميت بأسماء عديدة قديماً شنو هذه الأسماء الاسم الأول مدينة السلام فالسلام هو الله عز وجل فهي مدينة الله اثنياً دار السلام والسلام هو اسم لنهر دجلة ثلاثة المدينة المدورة لماذا سميت بالمدينة المدورة؟ لأنها اتخذت شكلاً دائرياً هنا يجيكم تعليل سميت بغداد بالمدينة المدورة لماذا؟ لأنها اتخذت شكلاً دائرياً أحيطت المدينة المدورة اللي هي مدينة بغداد بسورين خارجي وداخلي هنا سؤال لماذا أحيطت المدينة بالأسوار بسورين خارجي وداخلي؟ الجواب رح يكون لحماية المدينة من الأعداء ولها أربعة أبواب أهم أبواب مدينة بغداد أو المدينة المدورة هي واحد باب البصرة نين باب الكوفة ثلاثة باب الشام وأربعة باب خراسان وهنا كما موضح في الصورة هذا مخطط لمدينة بغداد المدورة الباب الأول باب البصرة باب الكوفة باب خراسان وباب الشام وأحيطت بصورين داخلي وخارجي نأتي نتعرف على بناؤها من هو الذي بنى مدينة بغداد إن الخليفة أبو جعفر المنصور باشر ببنائها سنة 145 هجرية على الجانب الغربي لنهر دجلة وانتهى من البناء لكافة مرافقها كالمسجد الجامع والقصر وبيت المال والدواوين والسور الخارجي سنة 149 هجرية إذن باشر ببنائها سنة 145 هجرية وانتهى من بنائها سنة 149 هجرية ومعنى بيت المال هو البيت اللي يجمعون به الأموال من المسلمين والدواوين هو مكان لموظفين الدولة والكتاب نموها العمراني تطورت مدينة بغداد بسرعة بعد أن أصبحت بغداد عاصمة الخلافة ليش تطورت بسرعة مدينة بغداد؟ لنموها السكاني وبدوا يهاجرون الناس إليها وكثرة أسواقها كثرة أسواقها معناها يعني توفر فرص العمل فيها مما جعل الخليفة المنصور ينقل تلك الأسواق إلى جانب الكرخ سنة 157 هجرية ثم بنى قصر الخلد والمسجد الجامع الجديد هنا قصر الخلد تعريف هو من أهم القصور التي بناها أبو جعفر المنصور على جانب الكرخ والمسجد الجامع الجديد لإقامة الصلاة الجمعة أما الرصافة أين تقع الرصافة؟ على الجانب الشرقي من المدينة المدورة على الجانب الشرقي من نهر دجلة واتخذها المهدي اللي هو ابن الخليفة المنصور اتخذها معسكرا لجنده سنة 152 هجرية ثم استمر بناء السكان لمنازلهم حتى سنة 157 للهجرة وتوسعت الرصافة لتضم المساجد والمدارس ومن أشهر هذه المدارس هي المدرسة المستنصرية ومن أشهر الأسواق هو سوق الثلاثاء وكان سوق الثلاثاء أيضا هو تعريف هو من أهم الأسواق الذي كان يعقد في أول ثلاثاء من كل شهر هو من أهم الأسواق أو من أعظم الأسواق الذي كان يعقد في أول ثلاثاء من كل شهر والقصور أشهر القصور هو قصر الخليفة المهدي إذن أشهر المدارس هي المدرسة المستنصرية وأشهر الأسواق هو سوق الثلاثة وأشهر القصور هو قصر الخليفة المهدي ما هي أهم المراقد المقدسة التي تضمها مدينة بغداد تضم بغداد مرقد الإمامين الجوادين عليهم السلام الإمام موسى الكاظم والإمام الجواد عليهم السلام في الكاظمية ومقابر قريش وأيضا تضم مرقد الإمام الأعظم أبو حنيف النعمان في الأعظمية مقابر الخيزران إلى هنا ينتهي أحباء التلاميذ درسنا أتمنى منكم أن تكتبون الملخص في الدفتر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته